أعلنت تهيئة أنزها تمكن مكتب تحقيق صلاح الدين من ضبط خمسة متهمين في دائرة الضريبة لعدم قيامهم إعداد كجوفات أصولية لتقدير القيمة الحقيقية للعقارات التجارية الواقعة في حي الزهور والأربعين وسط تكريتا مؤكدة ضبط سجلين تم تثبيت قيمة العقارات فيها بأقل من الأسعار السائدة مما أدى إلى إلحاق الضرر بالمال العام الهيئة أضافت أن المكتب قام بعملية أخرى تم فيها ضبط مسؤولي شعبتي الأراضي والحاسبة في دائرة ضريبة صلاح الدين لقيامهم إنجاز 14 معاملة عقارية خلافا للتعليمات والضوابط ودون حضور أصحاب العلاقة وأوضحت أنه تم ضبط المعاملات بحوزة أحد المحامين الذي قام بترويجها دون تخويل أو توكيل